موسيقى محبابكم في حلقة جيدة برنامجكم نساء ملهمات ملهمتنا لهذه الحلقة هي السائقة المغربية الوحيدة في سنة السيارات العاتيقة دخلت لها المجال سنة 2009 وبدأت تقلق ديالها بجداء من سنة 2010 من خلال مشاكة ديالها في العديد من السباقات المحلية والدولية شركت في 20 سباق مغربي وتمان سباقات دولية لتبتات رأسها فيهم أمام الرجال إذن ملهمتنا لهذه الحلقة هي سيدة مونية الوليدي موسيقى محبابك مادام مونية معنا في برنامج نساء ملهمات نقوم بمده الحوار ديالنا نريد أنك تعطينا بطاقة تعرفي عليك الاسم ديالي مونية الوليدي المهنة مستشرة مالية الهواية متسابقة في سباق سيارات الصنف السيارات العاتيقة أي الجاندكار اللي هو صنف أمريكي دادت في مدينة الدربدة عام 1974 مادام مونية كيف ما قدمنا في بداية الحلقة أنت السائقة الوحيدة في المغرب في صنف السيارات العاتيقة كيف وجدتك هذه الفكرة خاصة أنه بزيف ديالناس ما عندهم مش علم بوجود هذا الصنف هذا أنا برأسي ما كونش عارفة أن سباق السيارات كان أصلا في المغرب تعرض علي واحد نار أنني نشارك في واحد الشامبيونات الكارتينج في بن سليمان وقلت عليش الله قيت راسي ومشيت ولتحقت بالمرتبة الثانية وقلت لي يا راه إذا ما عندك قدرات عليش ما تنخرطش معنا فقلت عليش الله بواليباك كان باقي ما عنديش سيارة بديت معاهم كا كوميسير دو بيست ففي أكتبر 2010 قلت يلاح سافي ترسين ولي بيلوت عيت البروموتور ديالالاليجاندكار ديالالالسيارات هادو وقلت لأخليك راني بغيت كنا الكوخص غدا راني بغيت نولي بيلوت واش باقي عندك شي سيارة كاليو ما زال عندي والالفانتاج اللي كان عندي هو أنني كنت كوميسير دو بيست نعرف قاعد لنغم والغاقل ديالالالسيباك كيفاش دايرين فمشفتنا بلا كيفاش كاتتخدم وطلعت فيها وبديت معاهم ديالالالكوخص إلى حد الآن عندي الحمد لله عند كتيرا من 20 ديالالالسيباقات في المغرب وكلد من 8 ديالالالسيباقات في العالم شنو اللي خليك تصنفك السائقة الوحيدة في السيارات العتيقة يمكن أنه الحب لهاد الاسباق هذا اشبالي قوت وغيسك الخ Tallage الشري pl. والجانب الاخر هو انه كنظن حاوة نوفر لراسي الامكانيات باش نقدر نمتل المغرب في امريكا في روسيا في اسبانيا فكونت سالاغي و باش نقدر نعيش هاد الافنتور فولي تخدمها من بخبخ كونت ويمكن هادي هي اللي شويش صعبة انه الواحد ياخد هاد الريسك هادا ومن نهار الارضة يبغي يعيش هاد الافنتور و كيف كان قوله بالفرنسيا تو بلاكي بور فيفغ هاد الافنتور هادي ملتينة مادامونية انا كنتي لك تحملين التكاليف المادية كسائقة بدية السيارات العتيقة ابرل التكاليف المادية شنو هي صعوبات لوجهاتك كلاعبة في هاد السنف كان دان انا و قدرت مجهودات كبار باش نقدر نبرهن انني تانا نقدر نطلع في البوديوم تانا نقدر نحقق انطن دو بونسكور و انني نقدر نشارك مع الرجال عبر العالم فعلى سبيل المثال شاركت في اسبانيا 4 و 5 سباقات شاركت في روسيا في موسكو شاركت ثلاثة دنوبات في امريكا في مدين شارلوت في سميت بوينت في لاس فيغاس و ابرازوها هي في 2012 ديسمبخ دجنبير 2012 مع الفارق المغربي كنت المرأة الوحيدة مغربية ومرأة وحيدة في الفارق كامل و الحمد لله المغرب حجز على المرتبة اللولا و دينا لكوب و كان هذا شرف كبير ليه و كانضان انه كانت كيف كان قولوه انساتيسفاكشون شنو هي اهم من المحطات اللي دوزت مونية الوليدي في المشوار ديلها كسائقة بدل السنف السيارات العزيقة ملي الله بدت كمتسابقة درت برمية السيركوية الحالبة اللولانية الحالبة الثانية الحالبة الثالثة طلعت في البوديوم ثلاثة مع الرجال فما ما كانظن كانت ماشي كانت سوربخيز واني كانقول واش انا بصح قديت نطلع في البوديوم و قديت نحقق هاد الامنية بعد مشينا الاسبانيا هادي كانت عادية ولاني جو بانس المشاركة الثانية في اسبانيا حزيش تعلى المرتبة الثالثة في ثلاثة دير السباقات والمحطة الأخيرة اللي ما بوكو محكي هي دي للاس فيغاس حكي فيغوط لك ان دي سمبر 2012 دينا البوطولة العالمية والايني السيركوية اتوا بارتكوليه لاناو السيركوية كان حدا للاباز ملتر نيليس والاباز ملتر نيليس اللي يلي تلعب فيها لفلم توبغن فمن اللي احنا يكوننا كان ديرو السباق دينا كانوا لشاسور بومباغدي بسكو سينباز ملتر غيال لشاسور بومباغدي كانوا فوق راسنا كيديرو التمارين دي لهم ده باشنو هما طموحات موني الوديدي كسائقة في هاد السنج دي السيارات العاتيقة بضل قاعد الانجازات اللي وصلت لها شنو ما زلت كالطمحيري الطموح ديالي هو ان المسؤولين يهتموا بالوضعية ديال الاجيال الصعيدة اللي تبغي انه تدخل هاد الميدان هادا فانبغي انه تسندها وتوقف جنبها وتاخد نحن اياه كمثال وتجربة لانه عرض ناحيتنا للخطر لانه مع الاسف كيف قلت ما كانش حلبة مخطة فكانوا انه كانوا هنا بزاف دل التجاريب بزاف دل اشياء جبناها من الخارج فعلاش لا ما نعتمدوش عليها وما نركزوش عليها ومنها نبنيو الغد لهاد الاجيال هادو ماذا مونيا قد نطلب منك انك توجهي واحد رسالة للنساء بما انك انتي هي منهمة الحلقة فشنو الرسالة يتوجهي لهم باشتهم اذا كان عنده مغباف توجهوا لهاد المجل شنو يديرو وكيفاش يقضوا ما يتنزلوش علي الحرم ديالهم الرسالة ديالي هي مليكة تكون عند الواحد هواية وكيكون فيها الطموح ورغبة ان الواحد يعطي لنفسه جماع الفرص انه يحققها ما يترخش وميتراجعش لانه المرضو ديالها على التقاف النفس على البانويس من بخصونا كيف كان قوله عندها مقام كبير على الشخصيات الواحد شكرا مدامونيا انك لديت دعوة للبرنامج نتمنى ان النساء يكونوا استفادوا من المشارك والمشارك وكنت فعلا مليهما لهم شكرا لك قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوا وفلاشين يوتيوب وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تدير الجم اشتركوا في القناة